السلام عليكم ورحبا بكم بقناة مطبخ قاما انا رح بيكون كامل قولكم محبا بكم عندي بالقناة اليوم جيتكم فيديو جديد حضرتكم خبز لي هو سهل الطعضير ويجي خفيف ان شاء الله هيعجبكم الفيديو وقدروا قندروا المقادر وطريقة تحديد نبدأ المقادر هنا عندي كيلة فارينة كيلة سمية رطب كما تلاحظون وشوية تحبيت البراكة او حبت الحلاوة او لا شيء عندكم في المنزل مغرفة كبيرة تحتاج الخبز ومغرفة كبيرة تحتاج السكرداء نقسم من الخميرة هنا مغرفة كبيرة تحتاج الخل ومغرفة كبيرة تحتاج الزيت او الزيت زيتون يوجد كمث كامل نرغبها في الدي خاصة هذا الخبز لا نتعلمه لكم ونضرب الملح في الآخر ونضرب الملح نضيف الماء والمدافئ لا يسخن نضيف الماء والمدافئ نضيف الماء و نضيف الماء نضيف الماء والماء نضيف الماء الى 10 دقائق النظيف ماء نضيف الملح 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 نضيف العجينات 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 نضيف العجينة كامل العجينة نضيف نضيف الماء نضيف الماء الملعجنة الملعجنة ملعجنة نقسمها 4 خبزات صغرة كما تحبسون كل شيء ما أحبه وكما تحبون نمضهم بسبب السميطة والفارينا ثم نضيفهم نضيفهم فقط نزيد كما ترى ونضيفهم ونضيفهم بسبب السميطة والفارينا نضيف الخبز نضيف خبزة نضيف خبزة نضيف خبزة نضيف خبزة اضيفة سخون نضيف خبزة نضيف خبزة نضيف خبزة وعندما اضغط الاخفز شعو الاخفز اضغط الاخفز اضغط الخبز اضغط الخبز اضغط الخبز اضافة الحنط و اضافة الحمار اضافة الحمار اضافة الحمار اضافة الحمار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة